عايزة أسألك حاجة ما حدث وما يحدث في سوريا هو كان جزء أيضا من الاختفاء رغبا كأنك موجود في مصر من زمان الاختفاء بصي طبعا ده جزء كبير منه أكيد اللي حصل وبنفس الوقت يعني قلتلك تغير شكل المزيكة وما كناش عارفين نروح فين قدمنا شوية أعمال بس ما تحستش محد الشافة لأنه كان فيه تغيير شامل وغير كده جات عندنا فترة ثلاث سنين اللي فاتوا برضو الكورونا والجو ده يعني محدش كان فاضي كورونا وقصص وحكايات حاجات كتير حصلت فإنما الحمد لله وغير كده يعني أنا مش بس يعني أنا شغال لنفسي بس أنا أتمنى أنه كل الجيل بتاع التسرينات لسه كنت أحسألك جيل التسرينات مين أنت على تواصل معهم ومين أنت شايف أنه لا فضل مكمل ومين شايف أنه كان عنده نفس التخوف زيك يعني أنا شايف أغلبهم ما عارفوش يكملوا برضو يعني بس يمكن الفترة دي كلهم بيحاولوا أنه يعملوا أعمال وتمنى طبعا أنه كلنا ننجح لأنه حيبقى حافظ للكل أنه يشتغلوا بشكل حلو بس يعني فيه أصوات روعة كانت موجودة يعني مجد كان بنافس مين في التسعينات مجد كان بنافس مجد أنا بحاجة بالثقة لأنه مش موضوع الثقة لأنه أنا اللون بكاري لا يعني كنت بتعمل حساب لمين يعني ما كنت بتنزل شريط أو ألبوم كنت وقتها تعمل حساب لمين إني ما كنتش بعمل حساب مش قوة أو أنا دايما بقول التوفيق من عد ربنا وكل إنسان له رزقه له نصيبه كلنا كنا ننجح كلنا ننزل وننجح ده الفرق والفرق اللي دايما بقوله أنا يعني دايما دلوقتي بكلموك عن حاجة كلمة اسمها ترند ترند يعني أنه طبعا مكسر الدنيا بالزبط الترند دلوقتي أنه مثلا الأغنية تعمل مشاهدات مليون وما فوق المشاهدات دي من أسهل ما يكونوا تعمل هي جيبي أي حاجة شزة في الطريق وحطيها حتعمل ملايين إنما الترند الحقيقي بالنسبة لنا إحنا جيلي التسعينات الترند الحقيقي أنه لما أنا أنزل أو إيهاب أو مصطفى أو هشام أو مش عارف إيه بعد 3-4 شهور يبقى الشريط بتاعنا بايع 4-5 مليون شريط يعني بعد 3 شهور يعني فرشة الشريط بتاعتنا كانت مليون مليون ونص صحيح فالترند ده ترند لما فيه مليون ونص في يوم ينزلوا عشان يوم الفرشة كنت بتغللوا في حفلات ساعات واحدة يبقى فيه إيهاب موجود كلنا بصد موجود مصطفى أمر كلنا نتواجد كانت أيام الخير والفن أيام المزيكة الصح يعني كلنا نتواجد أنت برضو كان عندك لونك الشامي والسوري مختلف كان بيديك نكهة مختلفة بالظبط أنا الغنى مصري إنما بالطعم السوري يعني كان فيه تزوج بين المزيكتين وده اللي أنا تفرط فيه أغني يمكن أنا الوحيد اللي كنت مركز على الموال الفصحة مركز على الدراما مركز على الحاجات التقيلة دي فكان ملعبي